قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَهُوَ إِيجَابٌ لِلتَّعْلِيمٌ لَازِمْ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يبقى لابد عليك ألا تكتم الحق ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر ما هناك وفي الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال لأني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها يبقى لابد عليك من التبليغ أم الدعوة والدعوة لا تكون إلا عن علم من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار يبقى ما في السرية عندنا ولا عصبية ولا نقول لا أنت أبيض أدخل أنت أسود ما تدخلش ولا في أسرار كالأسرار في الأديان الأخرى أسرار الكنيسة السابعة لا ما فيش أسرار ولا في كهانة كل حاجة معانا بنقولها قدام الناس نقولها في التلفزيون في الدش نقول كل حاجة ما فيش عندنا أسرار إحنا مخبين جزء من الدين عارفين أنتوا كده في حاجة إحنا مخبين عن الناس إلا على فقلوبنا على ألسنتنا ولذلك إن الله سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحود في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير